متابعي قناة انفو تكفريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويا رب تكونوا بخير والنهاردة فيديو جديد معنا على القناة ونتكلم فيه عن نموذج جديد من نموذج الذكاء الاصطناعي وهنا النموذج حيكون من الريزونينج موضل نموذج النهاردة هو اوبن ثينكر و اوبن ثينكر متوفر بوزنين ينو 30 بي و 7 بي هذا النموذج مجاني تماما ومفتوح المصدر بالنسبة للوزنين الداتا سيت بتاعته متوفرة وايضا الكود بتاعه متوفر فيقدر يتعمل دابلي كيت ويتعدل عليه وديبولوب من تعليم قبل المطورين لكن احنا هنا جايين نشوف هال اوبن ثينكر زي ما بيقولوا ممكن ينافس ديب سيك ار وان الديستل اللي هي النسخة المخففة بشكل عام ال اوبن ثينكر 32 بي هو مدرب على كوين 2.5 انستركت وبالتالي يعتبر احنا عارفين طبعا كوين 2.5 من النمازج المميزة جدا واعتقد انه هو هيكون ايضا النتيجة بتاعته جيدة طالما تم تدريبه على هذا النموذج هذا الموذج هو اوبن ثينكر 32 بي حبرا فاين تيوند فيرجن او نسخة محسنة من كوين او كوين 2.5 32 بي وزي ما احنا عارفين ان الفاين تيوند فيرجن بتكون نسخة مدربة على اداء تسقاط متخصصة في تدريب النموذج على البيز موذج هنا هيكون كوين ممكن يكون جي بي تي ممكن يكون لما وبعد كده بيبتدوا انه هم يخصصوا هذا الموذل او دربوه على بيانات متخصصة عشان يديك تسقاط متخصصة وبالتالي النتيجة تكون دقيقة نشوف الموذل الاقل اللي هو 7 بي عشان ننزله على الام ستوديو ونختبره اكيد ال32 بي هيكون افضل زي ما قلتلكم اتدرب على كوين 2.5 32 بي ولكن احنا برضو هنلقي نظرة على النموذج اللي هو 7 بي ونشوف امكانياته خصوصا لو احنا بصينا على الرابط اللي حطولك في الوصفة اسفل الفيديو وعلى هاجنجي فيس هنلاقي انه open thinker بيتفوق على ديبسيك اروان ديستل كوين 32 بي هنا ديبسيك اروان ديستل ايضا مدرب على البيز موضل اللي هو كوين 32 بي هنا الopen thinker 32 بي open weights مفتوح هنا مفتوح وهنا مفتوح الopen data مفتوحة تماما ال data set والdata code بالنسبة للديبسيك اروان لا بالنسبة للكود ايضا الopen thinker مفتوح بالنسبة بقى الجمين اي واوبن اي اي لا فيه open weights ولا open data ولا open code مفتوح هنا التجربة هي خير دليل واحنا هنجرب السيفن بي ونشوف كفاقته وهنا التجربة ممكن ما تكونش عادلة ممكن التجربة هنا ما تكونش الى حد كبير دقيقة ولكن نقدر نقول احنا بنجرب نموذج جديد لان احنا ما عرفش هذا النموذج بعد فترة ممكن يكون له مكانة زي ديبسيك اروان يعني فلازم نكون مطلعين على كافة النمازج اللي ممكن تلفت الانتباه يلا بينا على الام ستوديو ونبص على open thinker 7B ونشوف امكانياته ونجربه ونعمله تقييم سريع يلا بينا نرجع للكوه على الام ستوديو عشان نقيم الاصدار open thinker 7B ونشوف امكانياته الام ستوديو من خلاله نقدر نحنا نشغل نماذج ذكاء اصطناعي كبيرة لو انت ما تعرفش حاجة عن الام ستوديو ادعوك ان انت تشوف الفيديو الخاص ب الام ستوديو عندي على القناة وفي فيديو قريب جدا كنت عملت تشغيل ديبسيك اروان ديستل عليه علشان نشغله بدون انترنت وتكلمت عنه ايضا بالتفصيل النهاردة ان شاء الله هنجرب مع بعض تحميل النموذج اللي احنا هنشتغل عليه النهاردة اولا هتروح لديسكافر هتبتدي تروح هنا تدور فيه الموديلز الموجودة على هاجينج فيس فهتبتدي تكتب open thinker هتكتب open thinker هتبتدي يظهر عندك ال two models عندك ال 32B وعندك ال 7B انا هدوس على ال 7B وبعد كده هبتدي عمله download انا قريدي عاملاله download وحبتدي ان انا استخدمه مباشرة تكلمنا عن النقط دي قبل كده وازاي نحمل النموذج ونعمله load وحنشوف دلوقتي واحنا بنعمل load للنموذج لما هبتدي اروح هنا ادوس على drop down list واختار الموديل اللي احنا هنشتغل به وهو open thinker 70B بعد كده هبتدي اقول له load model علشان يحمل الموديل اللي انا هشتغل به حجمه حوالي 4 جيجا بايت مش هياخد حجم كبير على الجهاز هتأكد ان انت عندك الحجم ده الاول قبل ما تنزل الموديل هنا هبتدي ان انا اختبره وابتدي اول سؤال هنا هبتدي اقول له اعديلي عدد الليترز L الموجود في هذه الكلمة هنا عدد الليتر زي ما احنا شايفين ال L 4 فهين حتى تجي اقول له send هو reasoning model هياخد وقته بيكونت هنا بيقول لي العدد L 4 مرات او بتظهر 4 مرات في هذه الكلمة اللي احنا شايفينها وبالفعل كده لو رحت عددت هتلاقيهم 4 L نيجي ليه سؤال تاني طبعا تستطر تروح تعمل new chat من هنا من L M studio هبتدي هنا اشوف تاني سؤال عندي هنا هنختبره في الكودينج هنا سؤال create a one page website and online learning platform اسمها infotech for you احنا بنستخدم ال problem ده مع النماذج عشان نختبرها بشكل بسيط باستخدام HTML و CSS و JavaScript هبتدي ادو send اللي انا باخده عليه انه هو بيطول قوي في عملية thinking بيطول جدا ياخد وقت كبير جدا في انه هو يعني يوصل للنتيجة هنا انا قلت له حطيلي الكود في ملف واحد لانك نعطيني الاكواد متفرقة فعايزاي جمعهم لكلهم هبتدي اخد الكود بتاعي copy واروح على ال HTML viewer علشان اشوف تنفيذ الكود هبتدي احط الكود بتاعي ده بالنسبة لتنفيذ ال one page website الالوان بس صعبة شوية تقدر تغير الالوان في ال CSS وهنا follow us on YouTube وهنا الرابط اللي بيودي على القناة واعتقد بنا فيديو او featured video يعني مش بطول طبعا بس طبعا كان ممكن يكون احسن من كده بعد الوقت الطويل اللي خده في عملية التفكير نرجع نشوف حاجة تانية هنا هسأله سؤال للغة العربية وهو انشاء موجة تصميم شامل لهوية علامة تجارية لأحزية رياضية نفس السؤال احبتدي ادو السند واشوف تعمله مع اللغة العربية اعطاني على طول موجة التصميم الشعار لوحة الالوان الطباعة والاسلوب المرئي نبرة الصوت شخصية العلامة التجارية تكامل العناصر استفادة من التكنولوجيا تجربة المستهلك الارشادات الخاصة بالتغليف والدعاية والشعار والنتائج المتوقعة كويس جدا وسريع جدا فراد هنا تعاملوا مع السؤال المباشر جيد جدا زي ما احنا شايفين تعال نشوف حاجة تانية مفترض ان انت في جيم شو انبو مفترض ان انت عاطينك ثلاث أبواب وورا كل باب من هذه الأبواب في اتنين وراهم روتين فود طعام فاسب واحد وراه جولد دهب مفروض ان انت هتختار دور فانت هتقول رقم واحد فهيبتدي الهوست يقولك دور نمبر تو تحب تختار رقم اتنين فهينا بيقولك هل دي ادفانتج او ميزة ان انت تغير التشويس بتاعتك ولا لا تعال نشوف حاجة يجاوب عليها ازاي جاوب على السؤال بعد ما طول قوي ولكن اجابته بصراحة كانت واقعية وقسم الموضوع كده جزء جزء واعطاني كمان يعني زي ما احنا شايفين الانشل رونجي تشويس والانشل رايتي تشويس في الاخر خالص قالك ايه؟ في الاخر خالص الكونكلوجين سويتشنج دورز ايز ادفانتجز تعتبر ميزة دي لانه هو هنا جعل الاحتمال الهاير بروبيرتي اتنين لتلاتة بعد ما كانت واحد الى تلاتة فهنا انت من مصلحتك ان انت تعمل سويتش للاختيار بتاعك زي ما طلب منك الموضيف ده بالنسبة للاجابة بعض ما طول قوي ولكن الاجابة صحيحة نختبره في سؤال تاني السؤال حيكون في الرياضيات احمد عنده 72 طابع بريدي طلت الطابع دي من افريقيا ربعها من اسيا سوسها من اوروبا والباقي من الامريكتين المطلوب كم طابعا من الامريكتين هبتدي ادوه سند ونشوف بيتعامل ازاي مع سؤال الرياضيات واتمنى انه ياخدش وقت كبير في الرد كالعادة المرة دي مااخدش وقت كبير والاجابة الصحيحة هي 18 طابع وشرح لي البروسيس او العملية ازاي افريقا تلت الطابع منها في 24 ستامس واسيا ربع ال72 18 طابع واوروبا 72 في صد صحيح دي 12 طابع وفي الاخر خالص بعد ما عمل عملية الحسابية عشان يشوف قد ايه الطوابع الباقية اللي هي اوريدي حتكون من امريكا او من الامريكتين في الاخر خالص حيديني انه هما 18 طابع والاجابة اجابة صحيحة وهنا في الرياضيات سرعته معقولة بالنسبة لي الباقي اخر حاجة معايا النهاردة حيكون كتابة article بمواصفات معينة هنا هقوله هل نحن نرأي أتضان article about the impact of using AI هنا بولو نرأي an article about the impact of using AI on the jobs will people lose their jobs هؤلو give me at least six sources واحد وستند هنا تدقى بالارتكال The Impact of AI on Job Displacement Versus Transformation Jobs at Risk Due to Automation New Jobs Created by AI Skill Gaps and Future Workforce Needed Economic Impacts Policy Solution for Adoption Ethical Consideration and Responsible AI Use أعطاني 6 sources بالضبط وهنا كمان عملهم Citation زي ما إحنا شايفين ده منطقة البساطة تجربة نموذج Open Thinker ولكن النسخة الخفيفة اللي هي 7B أكيد النسخة 30 أقوى وأفضل بكتير هنا كنا بس بنجربه بنشوفه إيه وضعه بالضبط ولكن نقدر نقول أن أنت مش مرزم أبدا أنك تناسب 7B وتستخدمه إحنا بنستعرض النماذج وبنشوفها ولكن طالما فيه بديل أقوى وأفضل أنت بتستخدمه ومرتح عليه فاستخدمه ولكن إحنا دائما بنحط عنا على بعض النماذج لربما أنها في المستقبل تكون نماذج قوية زي بظبط زي ما قلت لك اللي حصل مع DeepSeek وبقى في الآخر خالص فيه نموذج قوي نافذ بشكل كبير جدا اللي هو DeepSeek R1 أشوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة InfoTek for You بنحاول نقدم لكم كل جديد وكل مفيد زي بقولك في نهاية كل فيديو نستاش تعمل Subscribe لقناة وتفعل الجرس عشان يوصل لكل جديد ولو كنتم متابعين الأعزاء متنساش لايك والشير والكومنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته